السلام عليكم ومرحبا بكم. اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله سنتشارك معكم مائدة ديال الافطار ديالنا. اللي سنقدم لكم فيها طبق رئيسي اللي سيكون بجاج بالبطاطس في الفرن. بوحدة بيلة اللي كتشيل ديدة بزاف. اما كتقدموها في مائدة ديال الافطار او كتقدموه فلاشة المهم. فقم بوجودها تقدموه قدموه. كذلك سنتشارك معكم وصفة ديال كيك غولي بالمربع. سهل جدا في التحضير بدون حليب او زيت او خميرة كيموية. تيجي معلك والديد بزاف. وكذلك هذي نشارك معكم وصفة ديال الحريرة ديال البلبولة. هذي نعطيكم طريقتي كيفاش كنحطرها كتجي مقومة ومنسمة والديد بزاف. تمنى ان الاقتراحات دياليو. اعجبوكم وتستبدو معي في هذا الفيديو هذا. ويالله نبتا وبسم الله. بسم الله. اول شي غادي مددت حضر ديالو لهو اه اه اتجاج يعني كيف عارفين خصوا واحد لمدة باش انه كيتشرب لنا ديك الشرمولة او التتبيلة. مهم انا هنا كون شرملته في الصبح. وحتى المور العاصر عاديك ساعة خلته الفرن كي طيب. مهم في الاناء افين غادي نينيني نطيب الجيش ديالنا باش منك ترشي ليا قوة الاما عنو سافي. ادرت ثلاثة ديال المعالقة كبار. ديال الصلصة ديال الكيتشوب ليعطته واحد المطاق روعة 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 بساف. ضفت معلقة صغيرة ديال الموتاغط او الخردل واحد شوية ديال توم فروم تقريبا واحد ديال فصوص ديال توم فرومين. معلقة صغيرة ديال سكينجبير. نسمع معلقة صغيرة ديال الفلفل اسود او البزار. شوية ديال ديال تحميرا و شوية ديال الخرقوم. اه مهم انا هنا دائما ديال كيف عارفين خصوصا فاش نديرو في الفرن ما كان ديالوش الملحة يعني حيث كان نكون غاسلة همسيان بالملحة وكذلك الحاجة فاش كان ديالوها في الفرن كتجيها كمش حرام دغمرا فكتجي في هذيك الملحة هي هذيك زائد الموطاط فره مالح. المهم ملحة ما كان نضيفهاش. ضفت شوية ديال الفلفل الحار او السودانية ممكن تديرو الهريسة. واحد جوج معلق احتل ثلاثة ديال معلقة كبار ديال الزعتر. اه ممكن تديرو ازير او اي عشبة مناسبة كانت عندكم في البيت. ضفت من بعد واحد ثلاثة ديال معلقة كبار ديال زيتون. شوية ديال ما. اه تقريبا واحد تتبيل ديال او الشرمولة. سوف نبدا كان شرمل الجاج ديال المهم بالنسبة للجاج انا هنا يدرت تدجاجة من وزن كيلو وسبعمائة كيلو وستمية هكاك. اللي اه قطعتها يعني هكاك فصلتها كاملة ممكن تديرو نص جاجة المهم على حساب الافراد ديال اسرة ديالكم. الجاج طبعا تنكونو هكا امتق بينه يعني ديك من الداخل باش هكا تيتشرب لنا اه تتبيل او الشرمولة ديالنا مزيان ونحاولو اننا ندخلو ديك الشرمولة بين الجلدة والحب. سوف نغطي الاناء ديالي بلاستيك غدائي وندخلو للتلاجة حتى اللي وقيتها يعني باش غد نطيبو. من بعد غد نضيف له البصلة ونضيف له البطاطس. فهذه الأثناء غد نمرو باش نحضروا الكيكوهولي ديالنا اللي غد نديروه بالمربع تيجي معلق والديت لديت بساف. وطريقة تحضير ديالو سهلة جدا. نبدأ وبسم الله في واحد الاناء غد ندير ثلاثة ديال البيضات. مهم انا هنا البيض عندي الحجم ديالو كبير تقريبا فاش وزنت كلها بيضا لقيتها كتوزن بين سبعين وسبعين وثلاثة وسبعين كرام. لذلك قدرت تغير ثلاثة. مهمتما عندكم الحجم ديال البيض متوسط يعني ديك خمسة وستين جرام ديالو ربعات ديال البيضات. لكن باقي المكونات يعني السكار والدقيق راني وزنهم على قياس ربعات البيضات. غير انا نديرو بيض كبير ديالت ثلاثة. فاش نكونو وضحين ومتفاهمين. المهم من بعد ضفت واحد لمية جرام ديال السكار ونسمت بشوية ديال الفاني. مهم هو نغمال موخص نديرو مية وخمسة وعشرين جرام او مية وعشرين جرام ديالسكار. انا بقيت كنطرب مزيان حتى يعني كيطلع ليندك البيض مع السكار كي تضاعف الحجم ديال الخليط ثلاثة ديال المرضات بهذا الشكل هذا. من بعد غدي نضيف واحد شوية ديال واحد القبيصة ديال الملحم. نضيف معلقة كبيرة ديال او ميزانة. من بعد غدي نضيف كاس ديال دقيق ما هي عادل مية جرام. ما هي بنسبة لدقيق سنضيفوها لثلاثة ديال الدفوعات. انا تلفت واستغر بلتو. وضفتو دفعة واحدة. المهم انتم حاولوا انكم تضيفوه. تضيفو شوية بشوية. ثم تضيفو ثم تخلطو. يعني بطريقة الفنية او احترافية وكنخلطو من الاسفل الى الاعلى من الاسفل الى الاعلى. يعني كنحضرو اون جنواز اه اه بروفيسيوني اللي انا بغينا نقولو. يعني هاد الكيكو هولي ما ندرو فيه لا خميلة الحلوة لا زيت لا دقيق لا ياغورت وكي يجي معلق والديد. انتم بالنسبة المبتدئات اللي خافوا ان الجنواز ما تنجحش معاهم ولا شي حاجة. كتضيفو واحد مصم حلقة صغيرة ديال الخميلة ديال الحلوة. وهكا كسكونو هانيين. وعارفين بليل العجنواز ديالكم غادي تكون ناجحة. سافي هنا بعد ما تمشتم زيان الخليط ديالنا كيف قلت لكم. من تحت الفوق باش ما كي يطحي ناشتك. يعني الفوليوم ديال البيض وكي يبقى هكا من فوق وطالة. سافي مباشرة عد نديرو في الصينية ديال الفرن اللي غلبتها بورق الطبخ. القطر ديال هاد الصينية هدي وكنضن اربعين على ثلاثين. وعلى ما اضن مهم انا قدي نعاود نعبرها. ونخلي لكم القياس ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله. سافي كنطلق الخالط ديالي على كامل الصينية. وآآ غد ندخلها الفران اللي سخمته من قبل درجة كون مية وثمانين درجة. آآ كنخليوها تقريبا بين عشرة حتى لتناشر دقيقة لا اكثر يعني باش كتبقنا للكيك ديالنا تبقناها ككا كطري. وتيجي امعلك يعني مخصوش انشف لنا وياخد واحد ويطيب لنا واحد المدة كتر من القياس. وهي بين تمانية عشرة تناشر بالاقصى. سافي غد ندخل الجنواز ديالنا كالطيب. تنشلو لها في اللوه الغير من الاسفل النار. يعني حتى تنشوفو هات حمرات وبدأ كيطيب لنا الجوانب تهو ما كيتحمرو. وديك الساعة كنشعلو من الفوق باش كتتتحمر حتى من الوجه ديالها. سافي تيكون هدا هو شكل ديال الجنواز ديالنا بعد اما خرجتها من الفران. انا تحمرت لي شي شوية من الفوق يعني كتر. خص يعني اللون ديالها ايجي دك البني فاتح يعني ماشي هاد البني غامر كيف ما كان طيبو الكيك العادي ديالنا. اه مباشرة وهي مزالة سخونة. غدي نحيدها مصينية ديال فران. دريت فوق منها كورق ديال الطبخ. وغدي نقلبها. ونحيدو دك الورق ديال الطبخ اللي كان يعني طيبناه بها. سافي غدي نزول للجوانب اللي شتم يعني جاو رقاق او جاونا يبسين ولا يعني تحمرو شي شوية كنحاول انا نحيدهم. ومن بعد كلوي الكيك ديالنا. وهو مزال سخون باش يعني يعطينا الطوع فاش نكونو كلوي واحد. سافي غدي نخلي هكا يا مجموع. حتى يعني الوقت يعني قرب اه تحضير ديال المائدة وديك الساعة غدي نحلو. ندهنو بالمربع. وديك الساعة كنقدموه. الان اه اه سافي هنا بعد ما تشرب لنا تتبيه لامسليين. انا هنا تحتل مول العاصر تقريبا ديك الربعة وربعة 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 وثلاث هكا قعد درتوية طيب يعني ما ياخدش وقت بزاف طياب ديك الساعة ونص انا نخليت ولا نار تكون هادئة يعني اخضي ديك الساعة ونص حتى لساعتين تحمر وتشحر طبع لا خاطروا يعني جامعة ديك الساعة ونص جني شان مع وقيت ديال ديال الفطور. سافي ضفت له واحد البصلة متوسطة اللي قطعتها الى شرائح بشيني كتجينا في واحد غميرة خاطرة. وضفت واحد جوج ديال الحبات ديال البطاطس اللي قطعتهم الى مربعات صغيرة. ممكن تضيفوا الجزار. ممكن تضيفوا الخضر على حساب الدوق ديالكم. سافي غدين نغطي الدجاج ديالنا بورق الطبخ. انا ما كندير لا الومينيوم لاتشي حاجة. غير ورق الطبخ. راتي يرجاع عليه داك الصهد. وتيطلق لينا الدجاج داك الماد يالو. البصلة هي كتطلق الماد يالها. وكيطيب لينا. اه مهم غدين زيد لا ماء. لا زيد. لاتشي حاجة يعني الدك. لتديال المعالق كبار اللي ضفت في الاول ديال الماء. هما فين غدين يطيب الدجاج. سافي وهدي ندخلوا الفران. كي قلت لكم اه انا خليتوا تبع لها خاطر. يعني النار تكون هادئة. ونخليوه يطيب علها خاطروا. سافي يعني من بعد فاش كن نشوفوا ان الدجاج ديالنا راتب. كنحيدوا لورق الطبخ ونشعلوا عليه النار من الفوق. باش يعني كيتحمر لنا من الفوق. فهاد الاتناء على ما يطيب لنا الجيش. غذي نمرو باش نحضروا اه شربة ديال الحريرة ديال ديال البلبولة. مهم هي اصلا تحضر بسرعة. يعني ندكشي علاش خليتها. حتى عكا كربعة ربعة ونص خمسة عديك ساعة بديتكنوشتها. مهم. فوحد تنجرة. درت واحد البصلة متوسطة. اللي قطعتها كيكشلتها مزيان تكون رقيقة. ضفت واحد جوج معالق كبار ديال زيت السيتون. ضفت واحد الكيمياء ديال القزبور. شوية ديال الكرافس. شوية جوج معالق كبار من كل حاجة. وهذا نضيف كذلك المكور. مهم. كنت في الفيديو ديال اول مائدة ديال رمضان. كنت قلت لكم باللي. احنا كان نديروا المكور في الحريرة. بزاف منكم اللي استغربوا. لكن جوني تعليقات بزاف ان كتير من الناس يديرتهم المكور. خصوصا للناس ديال المكانة. يعني معروفة عندهم الحريرة بالمكور. ولكن تعطي واحد الماداق زوين زوين بزاف. متيجي جداع اعطي ذاك الماداق ديال وغالب. ولكن تزيد يبنن الحريرة. مهم غير. تنتو ملاخفة ما تديروش في الحريرة. شربوه في الحريرة ديال البل بولة. ضفت تقريبا يعني كيف شتون مكورته وراه مجرد. يعني تقريبا يكون واحد ثلاثة ديال معالق كبار يعني كنقطعوه كيف ما كان قطعوه القزبور معدنو سكر عبس. سافي اضفت واحد للعود الصغير ديال القرفة. ممكن تستغنو عليه. اضفت شوية ديال لبزار. شوية ديال سكينجبير. شوية ديال الخرقوم. ما كنضيفش الملح في هاد المرحلة هدي حتى يعني كتقربت بنا لبلبولة ديالنا. عدك ساعة كنضيف الملحة. سافي كنقلي او كنشحروا هاد المكونات مع فضياتها يعني فاش كنشحروا الحاجة كتزيد تعطي واحد البنة خاصة في الشي اللي كنحضره. سافي من بعد هنا اضفت الساسة ديال الطماطم هادي اللي فيت شاركتها معكم. اللي كتكون فيها طماطم مع الفلفل حمرة والفلفل الحارة. ديال فلفل حمرة كتعطي واحد الحلاوة يعني كنقسمنا من الحموضة ديال الطماطم. وكتعطيتها لون. وهكا يعني تقريبا ما كتحتاجوش انكم نضيفوا المراكز ديال الطماطم في الحريرة ديالكم. وكتعطيها حتى بدنا. ما هي بالنسبة لهات السلسط ديال الطماطم. هادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل في صندوق الوصف. سافي من بعد ضفت البلبولة اللي كنت مرتبها من قبل. في الماء تقريبا يعني من قدرتها من الصباح ولهادي الحريرة عني وجدها تنمر العاصر. سافي اه تنضيف واحد الكيمية ديال ما. وكن نصدو الطنجرة ديالنا ونخليوها لنا را تكون هادئة. يعني حتى كتاب لنا ديك البلبولة تماما. بنسبة الكمية ديال البلبولة تشعير تكاس تقريبا يكون في واحد لمية كرام هكاك. ويمكن تبقى انتم ما ممكن تزيدو وتنقصو على حسب توق ديالكم. سافي عدا نخليها جانبا وغادي ندوزوا الان باش نكملوا تحضير ديال الكيكو هولي ديالنا. مهم انا هنا كنت فلو الفاش كنت كنروليه. زيرتو بزا في الدرجة انه تقطع شوية. لكن ماشي مشكل. مراه جال ديد يعني ما تخافوش ولا شي حاجة يعني تقولوا يتقطع معكم وشي حاجة ماشي مشكل. را اصلا من غادي نروليوه للمرة التانية غادي يلصق مع بعضياتهم. سافي اهنا دهنت بوحد الكمية ديال المربى ديال المشماش الخاص بالحلويات. ممكن تدرو ديال ديال فراولة ديال توت ديال الشريحة المهم اللي كان عندكم. ورشيت عليه شوية ديال كوك او جوس الهند. سافي وغادي نعاود نروليه. وفي الاخير غادي ندهن الوجه ديال الكيكو ديالنا بوحد كمية اخرى ميناء المربى. ونرش عليه شوية ديال رقائق اللوز اللي حمرتهم في الفران. او ممكن تدرو غير الكوك من الفقعة او تاني. سافي وغادي نرش واحد رشة خفيفة ديال السكر اه ناعم او سكر غلاسي المهم لتزيين فقط. سافي تكون هدا هو الشكل النهائي ديال الكيكوولي ديالنا. هكا ممكن تقدموه مع العصائر مهم شي حاجة حلوة احنا ضروري خاص تقدم يعني في المائدة ديال الافطار. عادي نقطع لكم باش تشوفوا يعني كيف تيجي من الداخل. يعني رها وصفة اللي سهلة سهلة بساف مكونة اللي بسيطة غير دقيق وسكر والبد يعني حاجات اللي اكيد غادي يكون متواجدين في اي بيت. كيف كتشوفو تيجي هكا من داخل امره لي وتيكون باين فيه دك المربر ديال المشمش اللي درنا فيه. وطبعا ممكن تعمروه باي كريمة على حسب طوقة تلكم او شوكولاتة للدهن او كراميل مهم لكم الاختيار. سافي هنا تيكون الكيكو ديالنا راح شاهز هادي ندخلو لتلجان نخليه حتى الوقت ديال التقديم عديك الساعة غادي نقدموه. سافي هنا كتكون الحريرة ديالنا راها جاهزة. غادي نضيف لها في هاد المرحلة هادي الملح. تقريبا واحد نصم علقة كبيرة. غادي نضيف لها كدلك واحد المعلقة صغيرة ديال مركز الطماطم اللي خففتها بشوية ديال ما. وغادي نضيف شوية ديال سمن تقريبا واحد المعلقة صغيرة ديال سمن. سافي وهنا اه كتكون الحريرة ديالنا راها جاهزة. غادي نزيل نخليها تطبخ مزيان مزيان بش يعني اه كالطيب يعني ديك مركز الطماطم يعني يخصص قريبا واحد العشرة ديال ديال دقيقة او خمستاشل دقيقة بش كتزيت تطبخ فيها والطيب. وسافي الحريرة ديالنا راها كتكون جاهزة يعني تقريبا. فاقل من ساعة كانت وجد الحريرة ديالنا. سافي اخر غادي نحطر لي هو العصر. انا دائما العصر كان خليه اخر شي يعني كان عصره ديال ساعة وكان طحنه وكان تتقدم يعني باش كي بقى بحافظ على ذاك اللي فيتامين والقيمة الغذائية اللي كتكون في عصر البرتقال. بالنسبة للعصر اللي درت اليومه درت كمية ديال عصر البرتقال درت فيه الشهدية ودرت فيه الموز جا صراحة بنين بنين بسال. سافي اه الدجاج ديالنا كذلك هاهو بعد ما خرجتهم الفران. تيجي هكا مشحار ومضغمار ومحمر. تيجي الديد الديد بساف وجبال الديد زما صراحة خفيفة مشي فيها شي دام ولا شي حاجة. ممكن تقدموه في المائدة ديال الافطار او في الحشان مهم لكم الاختيار. سافي وكتكون هادي المائدة ديال الافطار ديالنا ديال اليوم اللي كنت قدمت لكم فيها طبق رئيسي ديال تجاج بالكاتشوب في الفرن بالبطاطيز كذلك كيك غولي بالمربى اللي كيفشتو طريقة تحضير دياله راها سهلة جدا عندي هنا ديك الفطيرة كانت بقتلية من اليوم السابق تهي سخنتهم وقدمتهم وكان عندي كذلك مسمن في الفرن كنت تحضرته في اليوم السابق كذلك يعني الدكشي اللي كيتبقاره كنعودو نحطوه في اليوم موالي يعني التحاجة مكتع والحليلة ديالنا تهي كتكون راها جهزة وطبعا باقي الاشياء اللي كتكون في اي بيت مغربي البيض التمار شبكية طبعا كويس ديالتاي او ديال القهوان مهم كل واحد وشنو كيقدم العاصر ديالنا اللي حضرناه بالشهدية والموز وكتكون هادي هي المائدة ديال اليوم اتمنى ان الافكار دياليوم يكونوا عجبكم تكونوا استفدتم معي في الفيديو هذا ولو بالقليل تقبل الله سيامكم قيامكم مصالحة اعمالكم وبصحاب الرحال والسلام عليكم اشتركوا في القناة